دكتور أحمد أشرف عيسى استشاري أمراض القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى ودني القلب الرياضي أصبح حاجة مهمة جدا خصوصا مع الترند المحلي والدولي اتجاه الرياضة وخصوصا أن الرياضة أصبحت استثمار ليس فقط على مستوى الأشخاص ولكن على مستوى الأندية والدول وعندنا مثلا أمثال كتير قوي زي الأرجنتين زي البرازيل زي أسبانيا الرياضة تمثل فيها استثمار كبير قلب الرياضيين ده حكاية تانية خالص مختلف تماما عن القلب العادي وله فحوصات مختلفة وله قياسات مختلفة تختلف من رياضة إلى رياضة يعني احنا عندنا مثلا رياضة كمال الأجسام شكل القلب للععبي كمال الأجسام شكل مختلف تماما عن القلب الرياضي في لاعب بيلعب كرة قدم أو بيجري ماراتون من ناحية سمكة عضلة القلب تجويف عضلة القلب حجم وكفاءة الضربة لعضلة القلب تختلف من لاعب إلى الآخر فحص القلب الرياضي أصبح ضرورة ملحة ومهمة وليست من الرفاهيات لأن احنا دلوقتي بنشوف في الملاعب سواء المصرية أو الدولية حالات الوفيات المفاجئة يمكن آخرها كان اللاعب كاسيس كان لعب ريال مدريد الأسبق ودلوقتي لعب بورتو لما جاله أزمة قلبية وحد الشهر في عضلة القلب الفخصات الرياضية والقلبية للرياضيين أصبحت مهمة جدا للوقاية من الموت المفاجئة في أسباب كتير وفي أوقات كتير قوي نقدر أن احنا نمنع حصول مشاكل كتير قوي الاضطرابات الكهربية اللي بتحصل لللاعب الرياضي أثناء ممارسة الرياضة دي في أوقات كتيرة قوي بتبقى مهمة قوي أن احنا نقدر أن احنا نوقف اللاعب لفترة مؤقتة ومن بعد كده نقدر نخلي اللاعب يكامل الرياضة بعد معالجة الخلل الكهربية اللي بيحصل أجهزة كتيرة قوي بقت موجودة بقى في تطور علمي حديث لا يقل عن فحوصات القلب العادية ولكن متخصصة فقط للرياضيين يمكن من ضمنها جهاز الفي أوتو ماكس اللي بيقدر يقيس قياس الكفاءة للقلب والرئتين في نفس الوقت في قمة الجهد المبزول الجهاز دي نقدر نقول هل اللاعب كفاءته القلبية والرئوية تؤحيله أنه يكامل الرياضة أو أنه هو في مشكلة ممكن نعليجها قلب الرياضيين أصبح حكاية أصبح أساسي وضرورة من الضروريات وهو أعلى معدل من الفحوصات من القلب العادي ببساطة جديدة أوي إحنا لو عندنا كاميرتين كاميرا عادية وكاميرا بروفيشنال الاتنين هيصوروا نفس الصورة وصورة ثابتة بنفس الكواليتي ولكن لما تيجي تشوف موفينج أوبجيكت أو حاجة بتتحرك هتلاقي أن الكاميرا البروفيشنال بتجيب لك التفاصيل الدقيقة هو ده فحص القلب الرياضي ببساطة أتمنى من أولياء الأمور من الناس اللي بيتمارس الرياضة من الأندية من كل الرياضات إن هي توجه لعبيها لفحص القلب الرياضي قبل الدخول في المسابقات المحلية أو الدولية دائما بنتمنى السلامة لكل الرياضيين والرياضيين وشبابنا هم ثروة قومية لبلدنا أتمنى أن نحن نوجلهم هذه الرسالة بحيث أنهم يخافوا على صحتهم وبفضل الله مركز القلب الرياضي بمستشفى ودنيل هو الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة السمرة